إيه الحقنة بقى؟ إحنا عندنا حقنتهم مهمين السنة دي مش حقنة واحدة حقنة الإنفلوانزا وحقنة كورونا كورونا لقاح كورونا كح كورونا مهم جداً اللي الناس خايفة جزء للسامة ده في ناس مطمئنة للفيروس أكتر من اطمئننها للحقنة لو يقولك أنا ملعتش كويسة ولو جالي هخفه بالسهولة وناخد اللقاح لي والناس تجرب فيه هقول له النموذج ده في ناس جالها الإصابة وبرضو كنت مطمئنة لما لعتها كويسة وتوفت في ناس جالها متلازمة ما بعد كورونا وقدلت تعاني من أثار تنفسية زي العديد من النجوم وتوفت بتلايف رقوي في ناس تعاني من أثار نفسية ما بعد كورونا في ناس تعاني من حساسية مفرطة من بعد كورونا فبقول له الإصابة مش مجرد إصابة وهتخف منها الإصابة كانت تساوي وفاة الإصابة كانت تساوي مضعفات خطيرة تنفسية وخلافها فبالتالي اللقاح هيحميك مش بقولك هيمنع الإصابة هيقلل بنسبة كبيرة من هذه المضعفات القطيرة اللي هي الوفاة ودخلك المستشفى تلايف الرقوي طب ديه الحقنة بتاعت كورونا الفكسين وينا دايما السؤال بيبقى هو أنت أخذت فكسين والحقيقة أنا يعني اللي بيسألني السؤال ده بقوله أنت مالك يعني تفري معك بيغزني أكتر منك بيغزني أكتر منك السؤال لو يسألني كبيرت حضرتك بقى خدت أنهنوها يعني هو يحس أن أنا هختار لنفسي حاجة أحسن هل فيه فكسين أحسن من فكسين مفيش الكلام خد اللقاحة المتاحة كل اللقاحات تعطي حماية من المضعفات تختلف نسب الحماية من الإصابة تختلف نسبة تفاعلات اللي بتحصل من كل اللقاح بس في النهاية المحصلة أن جميع اللقاحات أيا كانت الصيني الإنجليزي أسترزينج فيزر الروسي الكل يحبي من المضعفة الكل يعطي قدر من الحماية فأخذ المتاح من أي نوع من اللقاح ما فيش حاجة اسمها لأنا هستنى أستدى بيطعب أسل فلان خده وتعب ده فلان خده ما تعبش مش الكلام ده اللقاحات أثارها الجانبية هي المعتادة اللي بنعتادها ممكن تسخن نص درجة أو درجة يصير عظم يوم أو اتنين بتاخد براستامول والموضوع بينتهي زي ما كان أطفالنا ياخدوا اللقاحات سنة ونص يسخنوا يتعبوا هذه هي أثار جانبية المفترض أن احنا عارفينها وعتدنا عليها ما فيش داعي للألقاء هل أنا محتاجين جرعة معززة تالتة؟ بالفعل بعد أموره ستة أشهر وده اللي هتتجه الدولة اللي عمله بالذات للفئات اللي هيبتدين بيها في الأول هي منظومة طبية وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة أوعد عليهم ستة أشهر بالفعل هيبقا خلال فترة دي أو ابتدوا تسجيل الجرعة المعززة التالتة للاشتراك زوروا موقعنا الفا تي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية